طبعاً صباح الخير عليكم إن شاء الله تكونون تمام طبعاً أكيد أنا قلت لكم بالتعليقات السلبية والإيجابية كلكم أنتوا تشاركوني لأنه أنا لا خايفة أنا من أحد ولا منتظرة من أحد ينطيني شيء ولا أأخذ من أحد شيء ولا يعني مني أنا إنسانة مصلح شية في وحدة كتبت على الانستجرام طبعاً هي من أهل بلدي تقول أنه هذا مقاطعة قوية وبلوك لأنه ناس ترقص وناس دا تموت أنا بس أريد أفتهم أول شيء طبعاً تحية كبيرة لكل الدول العربية ومن أول الطريق أنا قلت لكم أنا ما أدخل بالسياسة ولا عندي عنصرية ولا شيء أنا مو إنسانة مصلح جية أدخل هنانا على هالبرامج أحتي بالسياسة ولا أحتي بالعنصرية عشان أخذ لايكات ولا أخذ تشجيعات أخذ تعليقات وبهدلات ويسعد حسابي ما أريد أنا أنا ما أريد هاي الشغلات بتقول أنه أسألك سؤال أنه أنت بتقاطعيني الله والنبي وياك أنا ماني منتظرة لا متابعتك ولا كسبلورش ماني منتظرة من أحد إلا اللي يحبوني أكيد ثانياً أنت دا تقولين هاي برامج نلطم بها ونبتش يعني يعني أنت إذا تريدين تبتشين ولا تنقهرين هذا داخلك ثانياً إذا أنت مقهورة على الناس بالأول انقهري على بلدك وبعدين انقهري على البلد الثاني هاي دي طبعاً أكيد إحنا كلتنا أخوة بس يعني طوختوها ثانياً تريدين أنت إذا مقهورة وضايجة ليش الطبي نيش برامج أنا ما عم بفهم يعني هاي البرامج إش راح تسوي لك إنت راح تبتشين وطلطمين على ناس ميتة أول شي روحي حاربي روحي تبرعي ساعدي فقرة بلى هالحد شيء الزايد بس إحنا نريد فعل يعني ما نريد قول بس يعني طوختوها يعني ما أعرف أني هاي التفكيرات من عند أجيبوها هاي البرامج من قابلة لكافعة الناس ملت من البتش أجي أنا يومية أقعد على البرنامج أبتش وأقول هاي وإذا أنزل صور ومدري إيش كافعة يعني محتراماتي للكم كلكم أحبكم بس يعني طوختوها ترى ترجمة نانسي قنقر